أخ يسأل يقول زوجة صديقي تشك بأن زوجها قد خانها ولكنها ليست متأكدة وزوجها أقسم يميناً أنه لم يخنها وهي اتهمته بأرضه مع أمرأة أخرى ثم اكتشفت بعد ذلك بأنها كانت مخطئة وهي الآن تريد أن تتوب إلى الله ماذا تفعل يكفي الاستغفار أم يجب أن تعتذر من المرأة الأخرى اتهمت امرأة بمجرد الظن بمجرد الظن اتهمت امرأة طيب إذا كانت قد اتهمت زوجها بالفاحشة مع تلك المرأة فحكم أنها قاذفة وقذف محصنة يهدي معامل لمية عام فعليها أن تستحلها أن تطلب أن تعتذر منها أما إذا اتهمتها بمجرد يعني علاقة أو شيء دون الفاحشة عليها أن تستغفر الله الأفضل بلا شك أن تعتذر منها لكن إذا خشيت أنها عند الاعتذار تتفاقم المشكلة نحن نريد أن نحل المشكلة لا نريد أن نوسعها ونكبرها ونفاقمها لذلك حتى صاحب الغيبة نقول له الأفضل أن تذهب وتعتذر من أخيك ليسامحك فإذا سمحك سمحك الله عندئذ لكن يقول إذا قلت له قد يقاطعني والمقاطعة مفسدة أكبر من هذه المسألة وقد تحدث مشكلة وإلى آخره نحن نريد أن نحل المشكلة خلاص إذا لا تخبر فإذا علمت أنت يا أختي بأنك أسأل الله أن يتوب عليك بما نكثبت خطأك إذا علمت بأن اعتذارك منها يصفي القلوب اذهبي واعتذري هذا أرضى لله وأصفى لقلوب المقابلين لكن إذا علمت أنه يفاقم المشكلة اتركيها واستغفري لصاحبتك وفيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ادعي لها نعم